طبيب يفاجئ الجميع يكشف أن سبب جميع الأمراض هو شيء واحد وأن علاجها هو تناول مسمار من لقرنفل ولكن بهذه الطريقة الصحيحة لعلاج الأمراض التالية الضعف والعقم لدى الرجال التهاب وتضخم لبروستاتا مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم والتهابات الجسم وأمراض الكبد وحصوات الكيلة وضعف المناعة ولكن قبل أن نبدأ فضلا وليس أمرا نريد أن نجمع ألف صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وادعمنا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر بتقديم كل ما هو جديد ومفيد وإذا كنت قد تناولت لقرنفل أوقف الفيديو للحظة واضغط لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى نعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذه النوعية من الفيديوهات مرحبا بكم من جديد لقرنفل وما أدراك ما لقرنفل لا يختلف اثنان على فوائد هذا النبات الخارق فهو يعود على الجسم بالكثير من الفوائد الصحية فتناول لقرنفل يومياً يساعد على دعم صحة الكبد وتثبيت مستويات السكر في الدم وعلاج التهاب لبروستاتا وعلاج الضعف لدى الرجال وكما يعد مصدراً غنياً بمضادات الأكسدة لن نبالغ لو قلنا إنه خزان الدواء لوحده الآن عزيز المشاهد ضع تحيزاتك جانباً واستعد لمعلومات وأسرار حصرية لم تكن تعرفها عن لقرنفل ضع في اعتبارك أنه لا يوجد تعب لا يمكنك التغلب عليه مع فنجان من لقرنفل الساخن قد تتساءل كيف ذلك وما هي الطريقة الصحيحة لاستخدام لقرنفل وللإجابة على هذا السؤال سنطلب منك متابعة الفيديو حتى النهاية وادعمنا بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو فهذه المعلومات المقدمة من قناة الوصفات الزوجية سوف تجعلك تتعرف على كيفية استخدام لقرنفل للبقاء على قيد الحياة أولاً علاج لبروستاتا اكتشف بعض خبراء التغذية العلاجية أن الأشخاص الذين يتناولون مشروب لقرنفل بشكل منتظم يومياً قليلاً ما يصابوا بمرض لبروستاتا أو تنعدم لديهم الإصابة بهذا المرض وكل ما عليك فعله لعلاج التهاب وتضخم لبروستاتا بلقرنفل هو أن تحضر خمس حبات من لقرنفل وكوب ماء ساخن وربع فنجان من خل التفاح وتقوم بنقي حبات لقرنفل في كوب الماء الساخن وتغطيه جيداً لفترة عشر الدقائق وبعد ذلك قم بإضافة خل التفاح إلى المزيج واشرب من هذا الخليط كوب صغير كل أربعة وعشرين ساعة لمدة عشر أيام متتالية ثانياً علاج الضعف والعقم ماذا؟ العقم؟ هل يمكن علاجه؟ نعم بالتأكيد ولكن الأمر لن يتم في ليلة وضحاها فيمكنك علاج العقم بالمداومة على شرب منقوع لقرنفل المحلى بعسل النحل الطبيعي فهذا المشروب يساعد في علاج مشكلة العقم عند كل من الرجال والنساء حيث يعمل على زيادة إنتاج هرمون التستستيرون ويعالج الضعف عند الرجال ويحمي السيدات من العقم ويعمل على حماية بطانة الرحم وتقويته ما يسهل حدوث الحمل السريع والآمن ويزيد من عدد الحيوانات المنوية لدى الرجال ويمنع ويعالج تشوهاتها وكل ما عليك فعله هو إحضار ثلاثة حبات من لقرنفل ونصف كوب من الماء المغلي وملعقتين من عسل النحل الطبيعي وقم بنقع حبات لقرنفل في كوب الماء المغلي مع تغطية الوعاء جيداً لفترة خمسة عشر دقيقة ومن ثم نضيف ملعقتين العسل وتناول فنجان صغير يومياً قبل النوم بساعتين ثالثاً علاج مرض السكر يتساءل الكثير من الأشخاص حول فوائد لقرنفل لمرض السكر فلقرنفل يعد مشروباً غذائياً صحياً منخفض السعرات الحرارية ويقدم للجسم الألياف والحديد والبوتاسيوم وفيتامين سي وغيرها من المواد الغذائية الأساسية كما تساعد بعض المواد الكيميائية الموجودة في لقرنفل على ضبط نسبة السكر في الدم حيث توصي جمعية السكر الأمريكية بأنه يجب تناول ما لا يقل عن فنجان أو اثنان يومياً من منقوع لقرنفل الدافع فيحتوي لقرنفل على كمية كبيرة من الألياف والتي تساعد في الحفاظ على نشاط الأمعاء والحد من الإمساك فقد يكون الشخص المصاب بالسكر عرضة للإمساك بسبب مشاكل الأعصاب المرتبطة بمرض السكر فقد يساعده فنجان من لقرنفل بعد كل وجبة يومياً لعلاج تلك المشكلة كيف يتناول مريض السكري لقرنفل؟ كل ما عليك فعله هو أن تقوم بنقع ثلاث حبات من لقرنفل ونضعها في نصف كوب ماء مغلي ثم نضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وربع ملعقة صغيرة من الملح الصخري ويمكن إضافة نصف ملعقة صغيرة من العسل وينصح بتناول ثلاثة أكواب صغيرة من لقرنفل يومياً حيث أنه يساعد على خفض نسبة السكر في الدم والتخلص من السموم الضارة رابعاً علاج السعال هل تعاني من سعال لا يتوقف؟ والدواء الذي اشتريته من الصيدلية لا يؤتي بنتيجة فعالة؟ كل ما سوف تحتاجه هو فنجان من لقرنفل المغلي المحلى بالعسل الطبيعي فيعمل مشروب لقرنفل المحلى بالعسل على علاج السعال الحاد بسرعة كبيرة خامساً علاج الكبد يعمل تناول لقرنفل يومياً على تعزيز صحة الكبد حيث يمكن لمضادات الأكسد الموجودة في القرنفل أن تحمي الكبد من الجذور الحرة وقد بيّنت الدراسات أن تناوله يعد المستويات إنزيمات الكبد ويعيد بناء خلاياه ويقلل الالتهابات مما يعزي صحة الكبد العامة وكما أن تناول لقرنفل يؤدي إلى تحسين قدرة مضادات الأكسد على العمل في الجسم فهذه المضادات تمثل دوراً مهماً في حماية الجسم من الإصابة بالأمراض كما تحسن وظائف الكبد بالإضافة إلى انخفاض مستوى الدهون وكل ما عليك فعله لعلاج الكبد بالقرنفل هو إحضار أربع حبات من لقرنفل ربع لتر من الماء المغلي وقم بنقي حبات لقرنفل في الماء وعضف إليهم ملعقة زيت زيتون وترك المزيج يتجانس لفترة عشر الدقائق ثم قم بتناول فنجان منه مرة واحدة كل أربعة وعشرين ساعة سادساً علاج الحرارة المرتفعة هل تعاني من حرارة مرتفعة لا تنخفض؟ هل تقاوم علاجها الشديد؟ كل ما عليك فعله لإخماد تلك الحرارة هو تناول شاي لقرنفل المحلى بالعسل فيتميز الشاي بالقرنفل بخصائصه الطبيعية المضادة للالتهابات ما يجعله علاجاً فعالاً في التخلص من ارتفاع درجة حرارة الجسم وتحفيز الجهاز المناعي لمحاربة العدوى والحمى سابعاً علاج نزلات البرد هل تعاني من نزلات برد لا تزول؟ حان الوقت لعلاجها بالقرنفل نظراً لاحتواء القرنفل على مجموعة من المركبات المفيدة في مقاومة الالتهابات والمشكلات التي قد تصيب الصدر وعلى رأسها نزلات البرد والإنفلونزا التهاب الحلق، التهاب القصبات الهوائية والالتهاب الرئوي ويمتاز بفعالية كبيرة في مكافحة التهاب الحلق وتورمه والمساعدة على تسكين الألم وتخفيف حدته وترضي البلغاً من الصدر فضلاً عن تخفيف حدة السعال المصاحب وذلك عن طريق تناول منقوع لقرنفل حبات لقرنفل مع الليمون والعسل ويفضل ذلك ثلاث مرات يومياً ثامناً، تقوية المناعة يحتوي لقرنفل على العديد من عوامل الشفاء العشبية وهذه العوامل لها تأثير إيجابي على الجهاز المناعي تشمل هذه الآثار لاستخدام الأكثر فاعلية لفيتامين جيم في الجسم فيزيد من قوة جهاز المناعة ويعزز قدرة الجسم على مكافحة الأمراض والعدوى ويسرع من عملية الشفاء تاسعاً، علاج القلب يزيد لقرنفل من نسبة الكوليسترول الجيد في الجسم خاصة عند تناوله نياً هذا ينظم مستوى الكوليسترول ويضمن بقاء ضغط الدم عند المستويات المطلوبة كل هذه الأشياء تساعد على منع أمراض القلب من خلال تحسين صحة القلب والأوعية الدموية عاشراً، يحمي صحة الفم والأسنان بحسب الأبحاث العلمية المنشورة على موقع فيريويل هيلث فيساهم مركب اليوغينول الموجود في القرنفل في علاج مشكلات اللثة والأسنان بفضل قدرته الكبيرة على مكافحة البكتيريا الموجودة في تجويف الفم طرق علاج التهاب اللثة بالقرنفل هناك أكثر من طريقة لاستخدام القرنفل في علاج التهاب اللثة وهي مضمضة الفم بغسول القرنفل الذي يتم تحضيره عن طريق غلي حبات القرنفل في كوب من الماء وترك الماء يبرد قليلاً بعد تصفية الماء جيداً يصبح الغسول جاهزاً للاستخدام ولكن يفضل وضعه في الثلاجة لأن البرودة لها تأثير مخفف لالتهابات اللثة شرب منقوع لقرنفل دون تحليته لأن السكر يزيد من حدة التهابات اللثة تمرير قطعة من القطن المبللة بزيت لقرنفل على اللثة المصابة بالالتهاب أحد عشر تخفيف الوزن لقرنفل مفيد في مقاومة السمنة وإنقاص الوزن لأنه يطرد الأملاح من الدم والأنسجة ويزيل المواد الشحمية لقرنفل يلعب دوراً مميزاً في تحسين عمل الجهاز الهضمي ويرفع من كفاءة عملية الأيض والتمثيل الغذائي ويطرح السموم المتراكمة في الجسم خارجه كونه يحتوي على نسبة عالية جداً من اليوغينول لقرنفل يساعدك على إفراز مركب كيبريت السستين المضاد للسمنة ولتخفيف الوزن بالقرنفل كلما سوف تحتاج إلي ثلاث حبات من لقرنفل كوب ماء مغلي قم بنقي حبات لقرنفل في الماء المغلي وترك الخليط لفترة عشر دقائق وتناول كوب كل ست ساعات يومياً بدون إضافة سكر اثنى عشر تنظيف الكلا يحتوي لقرنفل على الفيتامينات والمعادن الصحية التي تجعل تناول ملعقة واحدة منه يومياً مفيد للتخلص من مشاكل التهابات الكلا والمسالك البولية يحتوي لقرنفل أيضاً على المنغنيز والكالسيوم والمغنيسيوم والألياف التي تجعله مفيد للجهاز الهضمي وللكلا على حد سوى وتعتبر مضادات الأكساد الموجودة في لقرنفل مفيدة لتقوية مناعة الجسم والتخلص من الأمراض سواء كانت أمراض الكلا أو غيرها من الأمراض الأخرى ما الذي يمنعك من استخدام لقرنفل الآن؟ إذا استفدت بمعلومات واحدة لا تبخل علينا بالإعجاب والمشاركة وهذا كان كل ما لدينا اليوم شكراً لكم على المشاهدة وإلى اللقاء الوصفات الزوجية